إذن نروح مستمعينا مباشرة إلى موضوعنا الأساسي في حلقة اليوم وهو الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته ضيفنا مثل ما رحب بي عبدالله دكتور حسين بن سعيد الغافري محامي ومستشار قانوني هو ضيف دائم على هذه الطاولة رحب فيك دكتور وحياك الله معنا في هذه الزاوية الله يحييكم بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة قبل ما ندخل في التفاصيل نتعرف بداية مع المستمعين على المقصود بالجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته بشكل عام شكرا في البداية طبعا هذا نتيجة الاهتمام بالإنسان وعلى اعتبار أن الإنسان يعتبر هو الأساس لأن لكل شيء أساس فالإنسان هو الأساس وحتى الدين الحنيف كرم الإنسان فبالتالي كان لابد من إيجاد إطار قانوني لحماية الإنسان وحماية حريته وحماية كرامته وهذا ما تضمنه قانون الجزاء العمانع أو الإطار التشريعي عندنا في السلطنة ولكن قبل أن نتطرق إلى ما أتى به النظام الجزائي عندنا في السلطنة بما أن لكل شيء أساس فالأساس التي تنطلق منه السياسات التشريعي عندنا في السلطنة وهو النظام الأساسي للدولة اللي صادر في 96 لو تعمقنا في هذا النظام الأساسي لو وجدنا أنه أفرد نص بنصوص صريحة على توفير على الاهتمام بالإنسان وحماية حريته وكرامته فعلى سبيل المثال المادة 27 تطرقت أن للمساكن حرمة فلا يقوز دخولها بدون إذن وبموجة بالقانون المادة 28 من النظام الأساسي تكلمت عن الحرية الشخصية وقالت أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حقزه إلا وفقا للأحكام التي ينظمها القانون المادة 19 أيضا لا يجوز الحقز أو الحبس في غير الأماكن المخصص لها وفقا للقانون والمادة 20 أيضا لا يتعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للمعاملة الخاطئة بالكرامة فنجد أن هناك في أساس لحماية الإنسان وحماية حريته وكرامته نجدها في النظام الأساسي اللي هو الأساس التي ننطلق منه طبعا مثل ما أشرت الاهتمام بجانبينهم حرية الإنسان وكرامته هو مكفول هنا في النظام الأساسي وأشياء ركزت عليها كل المنطلقات في القوانين الأخرى في السلطنة لكن دكتور في الباب العاشر الفصل الأول ركز من موضوع الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته ركز على القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم ما أبرز الحالات الظاهرة في هذا الموضوع هذا الفصل اللي هو الفصل العاشر من قانون الجزاء تطرق أو بيّن ثلاث أنواع من الجرام التي ترتكب أو تمثل انتهاك لحرية للإنسان لحرية الإنسان وكرامته فتكلم فيما يتعلق بحقز الحرية والخطف هذا أفراد لها نصوص خاصة وتكلم أيضا عن التهديد والسب والقذف هذا أفراد لها فصل آخر وأيضا انتهاك حرمة المساكن وهذا أيضا فهذه الثلاث أنواع الرئيسية هي ما تشكل انتهاك لحرية الشخص وكرامته لو تكلمنا عن حقز الحرية نجد أن المادة 323 نصت بنصوص صريحة ونجد أن المادة 322 تضمنت الجريمة في صورتها البسيطة وأيضا الظرف المشدد لهذه الجريمة بمعنى نجد أن القبض على شخص أو حقزه أو حرمه من حريةه بأي وسيلة كانت هذا لها عقوبة ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات يعني من ثلاثة أشهر لأن ثلاث سنوات هذه الجريمة في صورتها البسيطة ولكن من الممكن أنه طبعا هنا القصد القبض أو حقز القبض على شخص ممكن واحد يجي يتمثل في شكل رجل شرطة أو يقبض على شخص أو أنه يستخدم الحيلة ممكن أيوة أنه مار في الشارع يشوف شخص معين أو فتاة ويعرض عليها أن يوصلها ويعرض عليها أن يوصله في مكان وبعد يشيل له مكان ثاني يخطفه أو مقابل تهديد أو شيء من هذا القبيل ولكن أيضا من الممكن أنه يكون عن طريق الخطف باستخدام الحيلة هنا نجد أن المشرع في هذه المادة أيضا رفع العقوبة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واعتبرها جناية خطف ونجد في التشديد الثالث أنه في بعض الحالات معينة اعتبرها أيضا جناية ورفع مقدار العقوبة من سبع إلى خمسة عشر سنة وهذه الحالات يحددها يعني على سبيل المثال لو وقع الفعل من شخص مرتدي زي رسمي فهذا بسهولة من الممكن أنه يعني أنه يوهم الشخص الآخر بأنه رجل شرطة أو رجل أمن ويقود إلى إختطافه إذا كان صاحب الفعل استخدام الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل كاستخدام السلاح هذا أيضا يوقع الشخص الآخر تحت الإكراه النوع الثالث اللي هو إذا كان وقع الفعل الإجرامي من شخصين فأكثر يعني إذا وقع الفعل الإجرامي من شخصين فأكثر هذا يعتبر جناية وفردها من سبع سنوات إلى عشر سنوات فهذه إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحرمان عن خمسة عشر يوم هذا نفس الشيء العقوبة تكون من سبع إلى خمسة عشر سنة هو توقع دكتور هذه الحالات التي تذكرها يمكن ترتبط أيضا بهدف الشخص الذي يقوم بهذه العملية البعض لديه هدف مؤقت أو مصلحة معينة وبالتالي هو يعني يخطف هذا الشخص من غير إذا أو إذا كان أو يهدد به للحصول على هذه المصلحة بالفعل الحالات لو وقع الخطف على موظف عام يعني لو كان الشخص المخطوف أو المجنى عليه موظف عام وتم الاعتداء عليه وخطفه سواء أثناء أو بسبب ممارسته لعمله هذا تعتبر أيضا من ضمن الحالات التي شدد فيها المشرع يعني كلها تقع تحت مضلة نقدر نقول أنها هي الإكراه من الممكن أن الشخص هذا يريد شيء من هذا الشخص وأيضا هو حماية للموظف العام لأنه يؤدي وظيفة عمومية وبالتالي لابد من توفير الحماية الجزائية له دكتور ناريد أوقف هنا على نقطة وممكن تحدث أحيانا إذا كان المجنى عليه طفل يعني العقوبة هنا تتغير ولا نفس العقوبة المذكورة لا إذا كان نفس العقوبة المشددة إذا كان الطفل إذا كان مجنون غير مميز كان امرأة فمن ضمن الحالات التي تشدد فيها العقوبة تصل من 7 سنوات إلى 15 سنوات لأنه يمكن هني الخاطف هذا أو الجاني ممكن يكون هدفه أسهل لما يكون المجنى عليه الطفل بحيث أنه هو يستطيع بسهولة مثلا الخطفة أو أنه حتى إيهامه إيهامه الإيقاع به وهذه هنا بعد دعوة لأولياء الأمور أنهم يأخذوا بالهم بعد من هذه النقطة أحيانا نسمع ترى قصص مثلا طبعا وقد تترتب على هذه أيضا ارتكاب جريمة أخرى يعني من الممكن أنه لو كان الشخص المخطوف مثلا قاصر ممكن أن يتعرض للتحرش أو يتعرض للاعتداء عليه فهنا وقعت جريمة أخرى غير عن الجريمة هذه فجريمة تقود إلى جريمة أخرى من الفعل نعم ونا أخاف بعد أن الموضوع يتطور أحيانا لأنه نسمع عن بعض عاملات المنازل يعني أنا ما أعرف إذا هذا يعتبر من الخطف وللا لكن يكون في حجز يعني عاملات المنازل بالاتفاق مع بعض العمالة الآسيوية زهن في بعض الأماكن لمدة تزيد حتى يمكن عن الخمستاشر يوم هل هذه في نفس الجرم ولا يعتبر جرم آخر يعني القصد أنها مبدئيا تروح برضاها ولكن الحجز يحدث إكراها لاحقا ممكن أنها ما يحصل فيها يعني تفسير لها ممكن أنه ما في حصل لأنها عملية العملية القطف أو القبض أنك تنقلها من البيئة التي هي متعودة تنقل الشخص من البيئة التي كان موجود فيها فمن الممكن في المثال التي تفضلت وذكرته أنه هي العاملة هذه راحت برضاها إلى المكان هذا فلكن حبست نعم بالضبط هذه مسألة الحبس يعني هي فيها قبض وفيها خطف وفيها حبس فمن الممكن أن الحبس هو النتيجة نتيجة أنه قبض على الشخص أو نتيجة أنه خطفه النتيجة النهاية أنه حبسه في مكان معين فهو هنا صحيح هي راحت بنفسها ولكن هي حبست في النهاية إلا لو كانت هي عارفة المكان أو المصير التي هي متجهة إليه نعم هذا دكتور فيما يحصل مباشر لكن ماذا عن الأشخاص الذين يكونوا وسيط في هذا الموضوع قد يعني شخص يخفي شخص معين لكن يوصله إلى شخص ثالث وهذا يقوم بإخفاء هذا الموضوع ويقوم بحبس هذا الشخص في بيته أو في مكان مغلق صحيح هنا هذا يعتبر يعني المشرع في هذه وبنص صريح أيضا في المادة أنه يعتبر المشرع أنه من ضمن أنه يعاقب بنفس العقوبة نعم يعني من يقوم طرف ثالث يقوم بإخفاء الأشخاص اللي تم خطفهم أو القبض عليهم في نظر القانون هو يعتبر فاعل أصل ويعاقب بنفس العقوبة اللي المنصوص عليها نعم دكتور يمكن سمعنا قبل فترات ويمكن تغير المجتمع لكن يعني بعض المواقف لا تزال يعني في الذاكرة بعض الآباء قد يضطرون لحبس أبنائهم لعاقة معينة أو لسبب معين حتى يخفيه عن المجتمع وقد يحبسه لسنوات تطول يبقى ما تبلغ عشر سنوات أتوقع هذا مرتبط بحرية الإنسان وبكرامته أيضا فكيف تكون عقوبة إذا كان الشخص هذا هو ولي الأمر يقوم بهذا أعتقد هذه الجزئية خاصة إذا كان الشخص هذا فاقد أو معاق أو فاقد التمييز فأصلا بموجب قانون الطفل الولي هو مفروض أنه يوفر له الحماية والرعاية فبالتالي حمايته ورعايته إلا لو كان هذا الشخص سوي أو شيء من هذا القبيل وهو حابس لغرض آخر فهنا طبعا هذا يكون هو أيضا خالف قانون الطفل لأن القانون الطفل له أفرد للأطفال حقوق وواجبات وبالتالي لا بد أن ننتباه إليها لكن في المثال اللي تفضلت وذكرته هو في هذا من باب الرعاية الأبوية لهذا الطفل أو لهذا الشخص وبالتالي عملية حمايته وحبسه داخل البيت كان بهدف الحماية وليس بهدف الاعتداء على حريته لضمن القانون حمايتها نعم نعم طبعا أمامنا كذلك فصول أخرى راح نتناولها خلال قادم الوقت الفصل الأول هذا اللي تناولنا كان يخص القبض على الأشخاص وخطبهم وحبسهم ما أعرف دكتور إذا حابت ضيف شي في هذا الجانب قبل لا ننتقل إلى فصل آخر هي فقط هي هذه النصوص واضحة جاءت عندنا في القانون تطرق إليها يعني فبس فقط نحب أن نؤكد هنا أنه من باب الاهتمام من المفروض خاصة فيما يتعلق بالأطفال أو أنهم دون السن القانون ينبغي على الآباء الاهتمام بأولياء بأطفالهم وأولادهم يعني لأنه من الممكن بسهولة يعني يتعرضوا لهذا النوع من الجرائم يعني دكتور قبل لا ننتقل مرة علي مادة هنا أنه في حالة ممكن يكون فيها الحكم مخفف على الجاني نذكر هذه الحالة يتوقع في المادة 323 هذا في حالة في حالة اللي هي يقول أنه أقل من 24 ساعة هو ارتكى بالفعل بالفعل قام بخطف هذا وقبل بخطفه ولكن عملية الخطف لم تتجاوز الـ 24 ساعة فمن الممكن أنه يكون هناك عملية تخفيف يعني كعذر مخففة إذا كان هو شخصيا عدل عن هذا عدل عن هذا يرجع نعم وحتى يمكن يكون بلغ الجهات المختصة وهذا أيضا يعني كنوع من التشجيع يعني التشجيع على أساس أنه يعني كل ابن آدم خطاء وخير وخطاء التوابين فمن الممكن أن الشخص يرتكب هذه الجريمة ولكن يؤنبه الضمير ويصح وبالتالي يسارع إلى أبلاغ السلطات وأنه يعني ما تطول المدة هذه يعني كنوع من المكافأ له أنه قللوا العقوبة يعني نعم أمكن من العشياء الكثيرة اللي راح نتناولها خلال الفصل القادم مسألة التهديد والسب والقذف يعني خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي تتصاعد هذه لغة أحيانا السب والتهديد والبعض يأخذها على محمل المزح ولكن تترتب عليها جوانب قانونية والبعض خاصة من المشاهير في السوشال ميديا وغيرها اللي يتعرضوا لكثير من الانتقادات عملوا منها بعد ما ريد أقول بزنس يعني بس صار أنه لجهل الناس بالقانون صار يترتب عليهم جوانب قانونية كثيرة كل شخص صار لمحامي أيضا نعم صار لمحامي أكيد لأن المسألة فيها فلوس ونعرفها بعد وقفتنا للأخبار والإعلانات تحية لكل من انضم لنا في الساعة الثانية من برنامجنا على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ضفار وأمل الآن ولاية صحار تشهد أمطارا غزيرة وصلتني المقاطع أيوه يعني فيه بث لايف نعم طبعا سبقتها طبعا ولاية شناص ولوة ومحافظة مسندم والخير جاي إن شاء الله بإذن الله ونتمنى أن يستمتعوا فعلا ويجعلوا من هذه الأمطار مصدر سعادة وفرح ويبتعدوا عن كل ما يمكن أن يؤذيهم بسببها إن شاء الله واصلين احنا مستمعين معكم موضوعنا لهو جرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته وصلنا إلى الفصل الثاني المعنون بالتهديد والسب والقذف نجدد ترحيب بضيفنا الدكتور حسين بن سعيد الغافري محامي ومستشار قانوني دكتور الفصل الثاني التهديد والسب والقذف ثلاث مصطلحات يمكن تحمل كثير من المضامين الداخلية نتحدث عنها بداية بشكل عام وما هي الأسباب التي ممكن أن تؤدي إلى وجود هذه الجوانب بالفعل هذا نفس الشيء يعتبر النوع الثاني أو الجزء الثاني من النصوص التي توفرت الحماية لكرامة الإنسان وحريته التهديد لأنه سبب تجريم التهديد لأنه من شأن من شأن التهديد أنه يخلق نوع من الخوف والقلق لدى الإنسان وبالتالي من باب الحفاظ وحماية الشخص حماية تقل تكون غير مباشرة يعني من حماية نفسية له من هذا المنطلق جاء تجريم التهديد لذا نجد أنه المشرع من خلال مادة 224 ومادة قصدي 324 و325 جرم تهديد الأشخاص نعم فنجد مثلا في المادة 324 وضع عقوبة التي هي من عشرة أيام إلى سنة سجن وأيضا بغرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد عن ألف ريال اللي هو عملية التهديد بأي وسيلة بارتكاب جنحة كان يقول شخص لآخر سوف أضربك سوف أسرقك أتلف ممتلكاتك كنوع إذا ما استمعك يعني كنوع من التهديد هذا المباشر بارتكاب جنحة أو بأي فعل ضار ممكن أضربك ممكن أي شيء تهديد يعني كنوع من التخويف لهذا الشخص لكن نجد أنه في نفس المادة في ضرف مشدد ألا وهو أن العقوبة ارتفعت العقوبة الحبس ارتفعت أو عقوبة السجن ارتفعت من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لو كان التهديد بجناية بمعنى أن واحد يقول حال شخص معين أقتلك هذه القتل عملية جناية فهذا بالتالي يعني تشكل نوع من التخويف لهذا وترويع الشخص هذا فحفاظا علي نجد أن المشرع جرمها ورفع من مقدار العقوبة أيضا في المادة ثلاثمية وخمسة وعشرين المشرع أفرد نص خاص وهو التهديد من خلال بالسلاح نعم التهديد بالسلاح يعني يعتبر المشرع أيضا نفس الشيء جنحة وأفرد له نص خاص وعقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات يمكن بالغ الأهمية هذا الموضوع دكتور البعض يقول ربما يعني يهدد الآخر بكلمة أو بمزحة وغيرا لكن اليوم مثل ما لاحظنا في القانون حتى اللفظ اليوم التهديد بلفظ أو ما يسمى بالتهديد المعنوي هذا يحاسب عليه ويجرم القانون هو التهديد التهديد المشرع قال بأي وسيلة كانت ما اشترط أنه كتابة ما اشترط أنه يكون حتى بالرمز يعني حتى بالرمز ممكن الشخص يعمل رمز للمجنع عليه تدل على أنه سوف يقتله تدل على أنه سوف مثلا يمارس عليه أي شيء من هذا القبيل يعني فالمشرع وحسن فعل ما اشترط وسيلة معينة حتى من الممكن أنها تتم عن طريق شخص آخر من الممكن أنه يبلغه الرسالة عن طريق طرف ثالث يعني ماذا عن القذف هنا نوع من التمييز ما بين القذف وما بين السب إيش هما الفرق بينهما الفرق بينهما ونجد أن حتى المشرع هنا شدد شوية في القذف القذف هو أنه يتم اتهام الشخص أو اتهام الشخص بارتكاب جريمة كان يقول شخص ونفرض أنه صاد من الناس لسين من الناس أنت سارق أنت مرتشي أنت مختلس لو صحت كان عوقب هذا الشخص فهذا هو القذف القذف أننا الشخص اتهم شخص آخر بارتكاب جريمة هي ما ارتكبها في الحقيقة يعني أما السب لا السب أنه يتم إسناد عبارات أو أشياء تحط من مكانة وشرافة مكانة وشرافة الشخص كان يقول واحد أنه هو عزكم الله كلب أو أنه غبي أو أنه غير مؤتمن أو أنه يثير الفتنة بين الناس إلق من هذه العبارات ومن هذه الجمل اللي من شأنها أنها تؤثر على المكانة الاجتماعية أو على شرف واعتبار الشخص داخل المجتمع ونجد المشرع لو نظرنا لها في النص العام اللي ورد في قانون الجزاء العماني فرق ما بين القذف وما بين السب في القذف مثلا فرض عقوبة شهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة إلى ألف ريال في حين أنه السب من عشرة أيام إلى ستة شهر وغرامة من ميتين إلى خمسمائة ريال وطبعا هنا اشترط لابد أنها تكون علانية لكن وأيضا في نص آخر شددت فيه العقوبة لو وقع السب والقذف على الموظف العام أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله وهذا أيضا يوفر نوع من الحماية للموظفين على أساس أنهم يؤدوا أعمالهم في أريحية وبدون خوف وبدون قلق أنه يتم الاعتداء عليهم سواء بالشتيمة أو بالقذف أو بالسب من هذا القبيل لكن اللي يعني اللي يعني نحب نأكد عليه أنه بالإضافة على هذه النصوص الواردة في قانون الجزاء العماني هناك نص أيضا موجود في قانون قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات هذا لو تمت عملية السب والقذف من خلال وسائل تقنية المعلومات فالنص الخاص يقيد العام فيطبق النصوص الواردة في قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات نعم يمكن برجع لبعض النقاط اللي ذكرتها دكتور بالنسبة لموضوع القذف والسب هل يختلف إذا كان بين شخصين فقط وإذا تم وسط وجود جمهور يعني أتوقع أنه يكون تأثير أكثر يعني من حيث موضوع الجانب المعنوي من حيث الكرام الأساس أو الأصل أنه يكون بشكل علني وهذا النصوص النص مادة 326 ذكرت في نهايتها بإحدى الطرق العلانية المادة 327 ذكرت أيضا بإحدى الطرق العلانية اللي هي السب ولكن فيه نص أتى به المشرع العماني في قانون الجزاء العماني الحديث ألا وهو السب والقذف الذي يحصل في غير علانية بمعنى أنه بين الجاني والمجني عليه وتوقع وطأته أقل قليل نادر لكن متصور متصور وبالتالي أيضا من هذا المنبر نحن ننبه أنه لا تعتقد أنه الشخص من الممكن أنه شخص يشتم شخص آخر بينه بينه يقول لك أنه ما في ركن العلانية غير متحقق لا بموجب نص المادة 328 نقيد أنه هناك في عقوبة السجن وعقوبة مالية لعقوبة الغرامة حتى ولو كان السب والقذف تم بغير الطرق العلانية وهي عقوبة أخف مما لو تمت بإحدى الطرق العلانية دكتور أيضاً موضوع سب أو التعدي بالقذف على بعض الموظفين ونتكلم هنا عن موظفة ناتا دية عمله يمكن لاحظه في بعض المؤسسات الخدمية مثل التعليمية أو الصحية وغيرها المباشرة البعض يمكن ينفعل من موقف معين فيلقي بعض الألفاظ على بعض الممرضين أو بعض المقدمين الخدمة في موقع معين ويتهم بتقصير في عمل أو أنه يقوم باستخدام الواسطة في إنجاز معاملة فلان فكيف نتعامل مع هذه الموقف إذا فعلاً تحسس الطرف الآخر وحس أنه فيه إهانة أو دعوة للتقصير بعمله هو في هذه الحالة حقه محفوظ يعني لو حس أنه كرامته تم إهانتها وأنه تلفظ عليه الشخص أو التهم باتهامات غير صحيحة وأثر عليه فمن الممكن أنه يقدم شكوى حفاظاً على حقه لأنه هذا حقه والحق مكفول له والنص التشريعي موجود يعني فبالتالي من الممكن ولكن هي تبقى هناك فن التعامل مع المراجعين لأنه من الممكن أن المراجع صاحب في النهاية هو صاحب حاجة قد يكون يمر بظروف معينة يعني هي اللي دفعته إلى يعني إلى قول هذه العبارات اللي هي الخادشة أو اللي هي أثرت على الموظف أو سببت إهانة للموظف ولكن هذا ليس معناه أن الموظف ما له حق أنه يسارع في تقديم شكوى لأن جرائم السب والقذ فيه من الجرائم القائمة على الشكوى اللي تتطلب الشكوى يمكن يا دكتور نحن اليوم نناقش مثل هذه المواضيع هو نوع من نأكد على وعي وثقافة قانونية وبالتالي هذه النقاط مهم أن الواحد يوقف عليها عندما يكون مراجع لأي مؤسسة وبالتالي ما يتعدى على أي مقدم لخدمة وأي موظف بأي لفظ معين لأنه في النهاية هو محاسب قانونيا على هذا اللفظ بالفعل هو صحيح أن الموظف وضع في هذا المكان لتقديم خدمة لهذا الشخص ولكن هذا ليس معناه أنه يتم الاعتداء تشريع هذا النص ووضع هذا النص حماية لهذا الموظف على أساس أنه يستطيع أنه يؤدي وظيفته بأرياحية وبكل قوة نعم هناك أيضا ضمن هذا الباب دكتور في المادة 330 كل من نشر أخبار أو صور أو تعليقات تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذ كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن أو الشخص لنشر عنه فما هي العقوبة المترتبة على هذا الموضوع هذا العقوبة التي هي نفسها عقوبة السجن من شهر إلى سنة هي عملية الاعتداء على الخصوصية سواء بالنشر أو بالنشر أخبار أو صور أو تعليقات أي كانت هذه هذا حفاظا على كيان الأسرة حفاظا على كيان المجتمع حفاظا على الشخص وعلى خصوصية الشخص وبالتالي لا بد من توفير الحماية الجزائية والحماية القانونية لهذه الأسرة فجاء تشريع هذا وفي نص آخر مماثل لهذا النص موجود في قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات فيما لو تم استخدام وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على الحياة الخاصة سواء بالتصوير بالنشر يلق من هذه الأشياء التي تحصل في مجتمع ويمكن هذا ما أردت أن أذكر دكتور اليوم حياتنا والخصوصية ضاعت وسط وجود الكثير يعني من النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللاحظ أن البعض أيضا دكتور هو ينشر في حسابه كثير من التفاصيل التي تخص حياته لكن لو جاء شخص آخر وصور هذا الموضوع ونشره عن طريقة هو يقوم يعني بالاعتراض على هذا الموضوع هو أنا مؤمن بنظرية أن عالم الانترنت هو يعني فضاء واسع عالم مفتوح لا يعترف لا بالحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية ولا أي نوع من أنواع الحدود وبالتالي كل ما ينشر في شبكة الانترنت هو أصبح متاح للجميع وليس ملكا لصاحب الحساب حتى حتى أصحاب الحسابات في المنصات المختلفة هم في الحقيقة لما ينشروا صور أو معلومات أو بيانات أو أي شيء من هذا القبيل هم في النهاية سمحوا يعني من الممكن أن الشركة تعيد باستخدامها أو شيء من هذا القبيل يعني فبالتالي إحنا لازلنا نناشد أنه الشخص إذا يريد يراعي خصوصيته ويحافظ على خصوصيته ما ينشر هذه المعلومات أو البيانات أو الصور اللي يظل محتفظ فيها هو لكن القانون يتكلم عن من يتعمد عن من يتعمد أو قاصد أنه يلتقط بعض الصور أو يأخذ بعض التعليقات أو بعض التسجيلات أو يسترق السمع أو غير هذا القبيل إضرارا بالحياة الخاصة لشخص معين يعني حفاظا على هذه الحياة فوضع المشرع هذه البعض أيضا دكتور في هذا الجانب يستغل وجوده في عمل معين أو مهنة معينة فيقوم باستخدام بعض المعلومات الخاصة الغير يعني لممكن مصنفها ضمن السرية فيفشي بها ما يؤدي إلى الإضرار بتلك المؤسسة هذا تعتبر يعني لو لو تركنا النص العقابي جانبا هذا تعتبر أيضا مخالفة لأخلاقيات المهنة نجد في كل مهنة من المهن لها أخلاقيات معينة لها 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 نظام خاص بأخلاقيات العمل المهني لو احنا في مجال المحامة في كثير من الأسرار أسرار موكلين نحن ملتزمين بموجب أخلاقيات المهنة وموجب القانون الحفاظ على على أسرار موكلين أيضا في مجال الاتصالات الشركات موجبة بموجب لوائح داخلية وخاصة وموجب قانون الاتصالات الحفاظ على سرية البيانات نجد أيضا في المستشفيات أو المعلومات الصحية بموجب القوانين لهم يعني موجبين أو ملزمين بالحفاظ على هذه البيانات وبالتالي استغلال هذه المعلومات يعني تعتبر بالفعل هي أقدر أسميها هي خيانة للوظيفة اللي أنت أتمنت عليها كون أن كنت الشخص هذا أتمنك على أسراره على معلوماته على بياناته أو الجهة أتمنتك على هذه الأسرار وبالتالي سارعت أنت إلى الحصول على هذه المعلومات واستغليتها لنفسك أو لغرض شخصي أو لهدف آخر غير الهدف اللي هي وضعت له هذا يعتبر أيضا اعتداء على يعني على البيانات هذه المعلومات نعم يمكن دكتور هذا الباب في كثير من التفاصيل والمواد القانونية لكن لما نوقف على المادة ثلاثمائة واثنين وثلاثين يمكن كثير من الجوانب اللي ذكرتها ومتصلة بالجوانب اللي أيضا سبقوا إننا ركزنا عليها شرح كل التفاصيل نقطة نقطة بهذا الجانب المادة ثلاثمائة اثنين وثلاثين تتطرق على هي نصة على مجموعة من الأفعال نعم اللي هي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة نعم يعني على سبيل المثال الرسائل قراءة الرسائل أو البرقيات موجهة للغير من الأفراد الاستراق السمع في مكالمة هاتفية من يتقسس على الآخر نعم ويتصنط عليه تسقيل ونقل المحادثات بواسطة جهاز أي إن كان هذا النوع التقاط أو نقل صور لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أي إن كان نوع ما يحصل خاصة في مجال في مجال التقنية في كثير خاصة في مجال التلفونات المحمولة في كثير من الأشخاص ينزلوا تطبيقات هذه التطبيقات من شأنها تسقيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين الشخص نعم يقول لك هو بدافع حفاظا على حقي ولا أنا أريد أحفاظ على حقي ولا أنا عندي مثلا في معاملة بينه وبين هذا الشخص فأنا أشكل هذا على أساس أستخدمها أو من الممكن أنه يحضر اجتماع ويناقش ويسجل ما يدور في هذه الاجتماع يعني فهنا تعتبر نوع من مدام أنه ما استئذنت طرف الآخر يعتبر أيضا هذا يعتبر نوع من الاعتداء على الحياة الخاصة وبالتالي يعني يترتب عليه أيضا عقوبة التي تصل من عشر إلى ثلاثة أشهر يعني نعم جميل ولكن أيضا يعني المشرع لم يغفل جوانب مهمة هناك يعني جوانب صنفها أنها لا تعد من قبيل القذف والسب وجعل منها بعض الحالات منها إذا ثبت الفاعل صحة الواقعة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة إبلاغ الجهات القضائية والإدارية بحسن نية دفاع الخصوم الشفوية أو الكتاب يتوقعون مرتبطة بمصالح هي مصالح معينة أيضا هذا من النوع أنه مكافحة الجريمة يعني لو شخص من الناس يعرف أنه سين يعمل في جهة وهو شخص هذا مرتشي أو يتقاضى عمول لإنجاز المعاملات أو تقليص المعاملات وعارف هذه المعلومات وعنده ما يثبت عنده ما يثبت أنت ما تلقي التهم جزافا وإنما عندك ما يثبت صحة هذه الواقع أو قدمت ما يثبت ما بالفعل أنك أنت تكون يعني ما ممكن أن يتم اتهامك يعني بمسألة السب والقذف وأيضا في مسألة الدفاع دفاع الخصوم يعني لما يدافع عن نفسه أثناء الدفاع فما يعتبر ما يعتبر من السب أو من القذف يعني في هذه الإطار بالإضافة أيضا لما أنت تبلغ عن شخص معين وتعرف شيء وتبلغ عنه هذا الشخص أيضا ما يعتبر مدام أنه عندك الدليل يعني لأنه في النهاية هو يقدم خدمة هنا هذا هو الهدف أنه يكون تكاتف في المجتمع لأنه لو كان غير كذا أي شخص يشوف جريمة ترتكب أو شيء من هذا القبيل لن يسارع بالإبلاغ عنها بسبب خوفه من أنه يتم يعني محاسبته فبالتالي أيضا المشرع هنا وازن ما بين الحفاظ على كرامة وحرية الإنسان وأيضا ما بين الحفاظ على المجتمع وعلى القيم اللي يقوم عليها المجتمع نعم نريد أن نفصل المادة 334 دكتورة توقع يعني هي جاءت يعني غير مفصلة ولكن من يقرأها ربما يحتاج أن يقف عنها تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه وتنقذ الدعوة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل المقصود هنا الفصل هذا المقصود فيه الفصل الثاني المتعلق بجريمة التهديد وجريمة السب وجريمة القذف مثل ما ذكرنا أنه هي هذه تعتبر جريمة شخصية متعلقة بشخص المجني عليه نعم فأيضا في حفاظ في الحفاظ على يعني يعني المكتمع وأن المكتمع مترابط فالمشرع أتاح أنه أثناء سيريان الدعوة من الممكن أنه الجاني يعني يتنازل عن دعوة نعم في أي مرحلة قبل صدور صدور الحكم يعني إلا استثنى المشرع اللي هي المادة 329 و329 متعلقة بالموظف العام لأن هذا أيضا على أساس أنه ما يتم الاعتداء على الموظف العام حتى لو تنازل الموظف حتى لو تنازل هذه ما تعتبر من الجرائم اللي ييوز فيها التنازل أما غيرها من الجرائم اللي واردها في المادة في الفصل هذا فهي تعتبر من جرائم الشكوى وأيضا من الجرائم الشكوى هذا يقودنا على أساس أنه منظمة أيضا في قانون الإجراءات الجزائية لأن الشكوى لازم أنك تتقدمها خلال فترة زمنية نص عليها القانون اللي تقريبا إذا ما خانتني ذاكرة ثلاثة أشهر لأنه ما ممكن أن كنت تيجي بعد ثلاث سنوات عارف أن الشخص مثلا رسل لك رسالة الرسالة هذه فيها سب وقذف لك من ثلاث سنوات أربع سنوات وكنت انتويا على وفاق والحين حصل ذاك وتقول لنا في سنة 2015 رسل لي رسالة فيها سب وقذف وروح تقدم شكوى طبعا خلال فترة زمنية يعني هذا يطل نفس الشيء على أساس أنه حفاظا على المراكز القانونية نعم اليوم أيضا دكتور يعني يمكن نحن بنوصل إلى نهاية هذا الحديث نريد أن أكد على بعض النصائح والتوجيات اللي ممكن توجه اليوم وسائل التواصل ودائما نأكد على هذه النقطة فتحت مجال لكثير من التهديد من القذف من التجاوزات على كرامة الإنسان وخصوصيته كيف ممكن يعني توجه رسالتك للمستخدمين وتأكيد الرسالة هو ليس يعني أن نقول شيء جديد وإنما للتذكير بهذا الموضوع هو بالفعل أنا دائما مؤمن أنه شبكات التواصل الاجتماعي وجدت على أساس أنها تكون منصة بناء وليست مع ولا هدم وبالتالي لابد نأكد على هذا الاستخدام من الممكن أن يكون في رسالة أرسلت من شخص إلى شخص على سبيل المزحة تتحول إلى قضية وتتحول إلى دمار مستقبل لأن مثل ما استعرضنا النصوص اللي استعرضناها أنها فيها عقوبة سالبة للحرية يعني بمزحة بسيطة أو بصورة أو بالتعليق أو شيء من هذا القبيل فينبغي أن نحن نحافظ على يعني على قيمنا وعلى عاداتنا وأيضا هذه من ضمن الأوامر اللي أمرنا فيها ديننا الحنيف أنه ما نتنابس بالألقاب ومنسب بعضنا البعض يعني فبالتالي نستخدمها لهذه المنصات للاستخدام من الأمثل في نشر المعلومة في نشر الخبر الصادق في زيادة التواصل ما بين الأفراد المجتمع وزيادة الرباط فيما بينهم وليس بث الفتنة والفرقة وقذف الناس وسب الناس واتهامهم جزافا بما أو تهديدهم وترويعهم يعني لأن هذا يعود على المجتمع يعني صحيح هي جرائم شخصية ولكن في النهاية لو لو انتشرت وأصبح هناك ما في ثقة ما بين الناس فسوف تؤثر يعني على المجتمع وعلى كيان المجتمع وعلى تماسك المجتمع وعلى القيم اللي يقوم عليها المجتمع نأكد على كثير من التفاصيل ذكرت في هذه المحطة أن حرية الإنسان وكرامتها يعني مكفولة بشكل موسع وأن المشرع العماني لم يغفل حتى أدق التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع حتى في اللفظة اليوم يحاسب عليها الإنسان نشكرك الدكتور أحسين بن سعيد الغافري محامي ومستشار قانوني كنت معنا الحديث عن الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته شكرا على هذا اللقاء وعلى هذه الاستضافة وأحييكم على تناولكم هذا الموضوع وعلى أيضا بث الثقافة القانونية اللي هي بالفعل المجتمع بحاجة إلى جرعات من هذه الثقافة على أساس أن كل شخص يعرف ما له وما عليه في هذا المجتمع ويعيش في النهاية حياة سعيدة بعيدا عن أي منغزات شكرا شكرا